الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 أداء الضغط اللولبي بي أو التوقف عن العمل ماذا يعني ذلك؟ هذا رمز عام لمشكلات تشخيص الإرسال DTC وينطبق عادة على مركبات OBD2 المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي قد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المركبات من على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة اعتماداً على السنة وتكوين ونموذج وتكوين مجموعة نقل الحركة عند تعيين رمز مشكلة P0776 OBDA أي اكتشفت وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM وجود مشكلة في الملف اللولبي للتحكم في ضغط النقل بي تتضمن معظم عمليات الإرسال التلقائي ما لا يقل عن ثلاثة ملفات لولبية هي الملف اللولبي A وB وC ذات الصلة بالملف اللولبي B هي الرموز P0775 وP0776 وP0777 وP0778 وP0779 تستند مجموعة التعليمات البرمجية إلى العطل المحدد الذي ينبه PCM ويضيء ضوء فحص المحرك الغرض من الملف اللولبي للتحكم في ضغط النقل هو التحكم في ضغط السائل من أجل التشغيل السليم لناقل الحركة الأوتوماتيكي يتلقى PCM إشارة إلكترونية بناء على الضغط داخل ملفات اللولبي يتم التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي عن طريق الأشرطة والقوابض التي تغير التروس من خلال ضغط السوائل في المكان المناسب في الوقت المناسب أسنادا إلى الإشارات من الأجهزة المرتبطة التي تراقب سرعة السيارة يتحكم PCM في الملفات اللولبية للضغط لتوجيه السوائل عند الضغط المناسب لمختلف الدوائر الهايدروليكية التي تغير نسبة تروس الإرسال في الوقت الصحيح يتم تعيين الرمز P0776 بواسطة PCM عندما لا يعمل الملف اللولبي للتحكم في الضغط بي بشكل صحيح أو عالق في وضع إيقاف التشغيل مثال لملف لولبي للتحكم في ضغط النقل ما مدى خطورة DTC عادة ما تبدأ شدة هذا الرمز كمتوسط ولكن يمكن أن تتقدم إلى مستوى أكثر حدة بسرعة عندما لا يتم تصحيحه في الوقت المناسب ما هي بعض إعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P0776 تدخول السيارة في وضع العرج زلات ناقل الحركة عند التبديل ارتفاع درجة حرارة ناقل الحركة مصيد ناقل الحركة في الترس انخفاض الاقتصاد في استهلاك الوقود من المحتمل أن تشبه أعراض تشوه المحرك تحقق من ضوء المحرك مضاءة ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب رمز النقل P0776 حكم في الضغط المعيب الملف اللولب السائل الملوث أو الملوث مرشح الإرسال القذر أو المسدود مضخة النقل المعيبة صمام النقل المعيب الجسم الممرات الهايدروليكية المقيدة أو التالفة الموصلات المعيبة أو التالفة الأسلاك المعيبة قبل بدء عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها لأي عطل يجب عليك البحث في نشرات الخدمات الفنية TSB وهاش 39S للسيارة المحددة حسب السنة والطراز وناقل الحركة في بعض الحالات يمكن أن يوفر هذا الكثير من الوقت على المدى الطويل من خلال توجيهك في الاتجاه الصحيح يجب عليك أيضا التحقق من سجلات السيارة للتحقق من آخر مرة تم فيها تغيير الفلتر والسوائل إن أمكن فحص السوائل والأسلاك الخطوة الأولى هي فحص مستوى السائل وفحص حالة السائل للتلوث قبل تغيير السوائل يجب عليك التحقق من سجلات السيارة للتحقق من آخر مرة تم فيها تغيير الفلتر والسوائل بعد ذلك يتم إجراء فحص بصري مفصل للتحقق من حالة الأسلاك ابحثا عن عيوب واضحة تحقق من الموصلات ولتوصيلت ابحثا عن الأمان ولتأكل والدبوبيس التلفتي إجب أن يشمل ذلك جميع الأسلاك ولم وصلت إلى إلملفات اللي ولبي للتحكم في ضغط النقل مضخطي قل الحركة وPCM اعتمادا على اللاكوين قد تكون مضخط إلى النقل مدفوع كهربائيا أو مدفوع ميكانيكيا خضوات متقدمنا دائما ما تصبح الخطوات المتقدم خاص تجيدا بالمركب والطلبة لمعدة المتطور المناسبة للعمل بطقة تطلب هذا لإجراءات مقياسة رقمي متعد دولام ميرو ناجعة قنيتي المحددة للسيارة إجب عليك اللحصة العلاء رشادات استكشاف الإخطاء وصلاحية لخاصة بسيارتك قبل متابع أو لخطوات المتقدم قد تعتمد ما تطلبت أو لجهد على اللنموج المحدة للسيارة استختلف أيضا ما تطلبت ضغط السواء البناء على تصميم ناقل الحركة وتكوينه فحصات أو الوسط ميراري ما لم تحدد أو لبيانات الفنيتة خلق في ذلك إجب أن تكون الوقراءات العادي للأسليكوية لتوصيلات صفر أو منمنع المقاومة إجب دائما إجرنا اختبارات إليست مراري مع إزالة إلى طاقي من الدائر لتجنب تقصير الدائر حدث الإمزادي من البر المقاومة أو عدم الاستمراري هي إشار إلى وجود خلل في الإسلاك المفتوحي أو القصير ويجب إصلحها أو استبدالها ما هي بعض الأصلاحات الشئاعة لذى إلى رمز تغيير السواء الولفالإتر استبدالي التحكم في إبضغط الخاطئ إصلاحي الملفل لوليبي المعطل إصلاح أو استبدال مضخط إلى النقل المعيب إصلاح أو استبدال جسم صمام إلى نقل المعيب تدفق لنقل لتنوظيف إلى ميرات مشكلة المضخ مشكلة أو نقل الداخلي مشكلة مجموع القياد نأمل أن تكون للمعلومات الواردة في هذو لمقال فيدا في توجيهك في الاتجاه الصحيح لتصحيح إلى مشكلة من خلال رمز مشكلة والتحكم في ضغط الملفل لوليبي هذو لمقال إعلامية بشكل صير من ويجب أن تكون لأولوي للبيانية التقنية المحددة وانشورات اللي خدمت لسيارتك شكرا